3-2-1 كلمات متقاطعة مع عبير بوليلا كلمات متقاطعة لعبة فكرية ذهنية قديمة ظهرت مع بداية الثلاثينيات من القرن الماضي تعتمد على جمع عدد معين من الحروف لتكوين كلمة واليوم شنبحته من خلال لعبة كلمة متقاطعة مع ضيفنا شعر غناء جليدي لاويني على عديد المعاني على عديد المواضيع اللي تتكون من خلال الكلمات أهلا وسهلا مرحبا مرحبا بيك عبير شكرا لك وشكرا على الاستضافة وعلى الثيقة وتحية إلى مستمعينا ومشاهدينا في هال تحسل ان شاء الله التعادل التفاق في الضل يا عيتك شكرا لك كذلك أول لقاء مطور بشنا عملوه هنا ويك في العادة ديما لقاءاتنا تكون محورها اكتواليتي حاجة اغنية حفل موسيقي كذلك لأنك مشاعرات ناشطين كذلك في المهرجانات وفي العروضة للثقافية الفنية أول مرة بشيكون لقاء بشيكون مطول من خلال اللقاء هذين بش نقرب ممكن جوانا من شخصيتك اللي معنيش عليها برشة فكرة والجمهور العريض ممكن الأصدقاء المقربين يعفوا شخصية جليدي لاوين البودكاست كلمة متقاطة يعتمد أنه مجموعة من الأسألة بش نطرح عليك في كل محور ننطلق بسؤال السؤال اللول نبحثه على اسم كتاب يتكون من ثمانية حروف يتألف من كلمتين الكلمة الأولى من الاسم هو جمع مدينة والكلمة الثانية هي تتكون من خمس حروف هو مركب كيميائي يمكن أن يكون عضوي أو غير عضوي صعبتها لهنا ولا علينا لم لقيت الجامعة راشنوا قلين مدن الملح حكما مدن الملح عبد الرحمن المونيف عبد الرحمن المونيف المؤلف والكاتب القدير سعودي لمولود في الأردن توفى في سوريا مدن الملح كتاب بخمس أجزاء خماسية من الكتب اللي قريتها هي أنا عبد الرحمن المونيف العقيقة من الكتاب اللي قريتها وهو طبعا عالمه وفيه برشة أشياء تغري بقراءته خاصة في الجانب في المسيرة السياسية وفي الحديث عن الواقع السياسي العربي والواقع الاجتماعي العربي والتحولات اللي صارت في منطقة الخليج يعني طبعا عبد الرحمن المونيف مش أنا بشي نقدمه يعني هو علم وإبداعاته مدن الملح ولا جنوب المتوسط الكثير من الروايات اللي كانت معناها مهمة في مدونة الرواية العربية جليدي العويني أقتلي تقرى الرواية أكيد تختلف في كل فترة عمورية والقراءة زادت تولي عندها طبعة متاحة أقتلي قريت خماسية مدن الملح ثم مجموعة من الرسائل من الأفكار اللي نجموا نخرجوا منهم أنا في الحقيقة شدتني هي فكرة وأنه ما نركزوش برشا في القريب مننا يلزم نتخليك المسافة وبعدها تركز في اللي داير بنا ممكن برشا حاجات إيجابية وجميلة نكون بحدينا ما نقدروهاش إلا ما نحصلوا المسافة وصلك الانطباع هذية والفكرة هذية في قراءتك الخماسية هو طبعا العادة اللي مطلوب منه الشيء هذية هو المؤرخ يعني أنه يكون بعيد شوية على الأحداث باش ما يكونش متأثر الأديب ولا المبدع ما يشيرش ما يشيرش يكتب في الآني ولأنه الإبداع في هيك الحرارة هذيك لابد أن تكون خارجة عبد الرحمن المونيف يعني عايش اللحظة ولكن في نفس الوقت بروح أو ما قلنا نشك أقول عقلية ولكن بوسائل تاريخية لأنه الأشياء اللي اكتب عليها بقدر ما هي في لحظته بقدر ما هي متوارثة من زمن بعيد يعني هي نتيجة لأشياء متراكمة من زمن بعيد وهذاك عليش جاعت انتباعك أنه هو يكتب في رواية تاريخية ولكن هو في اللحظة هذيك يكتب في الشي اللي عايش في اللحظة هذيك شنو جذوره ومنين جاي الشي هذيك فهمتني ومغادي ربما أخذاها البعدين هذي البعد الآن متعتوى والبعد التاريخي متح حاجات كانت تصير في زمن آخر مدن الملح ملح مهم جدا أنه المدن اللي كنت تعيش ما قبل النفط صح صح وما بعد كذلك كل المتغيرات وربما حتى عندها البعد التخافي هي المدن التي كانت يعني تحت وقع الاستبداد فلا ينبت فيها شي يعني الاستبداد السياسي والاستبداد الديني والاستبداد يخلي المدن هذي كمدن غير منشأ لأنها تغيب فيها الحرية فتصبح كأنها حقول متعملها معناها مهمة كأنها سباخ تخرج حرية ولكن كأن السباخ اللي يحكي عليها والمدن اللي يحكي عليها عبد الرحمن المنيف من منطلق أنها مدن عقيمة أشياء جميلة نجب ونعيشوها زيدا في حياتنا ونفقدوها ونفقدوها بعض نقولو حسرا وين وانتي ابن جرجيس لكن عشت كذلك في سفيقص شنية الأشياء اللي بحكم المسافة الوقت ما زلت تحنلها توفقت بقيمتها بعد سنوات هذي الكل هو طبعا نحن دائما عنها المسألة هذه الحنين لا ما مضاء وربما في تركيبتنا وربما أيضا لأنه ذكرنا في الأشياء اللي احنا في مرحلة من العمر كانت هيلة تعز علينا ذكرنا في ناس عشنا معاهم وعاشوا معنا وتو ما هوش موجودين الجو ذاك الكل يعني والطوق والذاك هذي الكل هي المحرك متاع الحنين بتبقى الحال أنا لحقيقة عشت فترة فيها ثنائية يعني أنا والدي كان يخدم تابع دارة الغابات في إحدى قراء ولاية سفاقس وأحنا وصولنا من جرجيس وبنقردان فكانت عنا هالثنائية هذي رحلة الشتاء والصيف من سبتمبر حتى الجوان احنا في ولاية سفاقس وفصيف نعم لو كتطل الجرجيس والبنقردان والجنوبة فهمتني ونشوف عالم آخر هل شو مازي جرجيس في أخت اللي بعد ما تكون في كل الهدوء والغابة وبعيد وترجع للعائلة وللأصل كذلك شو اللي مازيها في فترة هذيك جرجيس نحكي على فترة ستين هذي هو أولا إنه المنطقة اللي نعشنا فيها احنا في الاسفاقس هذه معتم جي تمزل شاكر وكانت المنطقة زود قراءة بعد عدم الحاج قاس وطليل العجلة وذوما لحقيقة مناخهم قارة شوية كانهم تابعين القروان في سخانتهم لأنهم هما جايين على الطريق بتاع 74 طريق القيروين قبس بعد شوية على البحار بعد برشة على البحار بعد تقريب 60 إلى 70 كمتر على البحار إذن هذيك معطأ في حين أن الجرجيس هي مدينة ساقها في البحر ففهمتني هذيك الساعة يعطيك انطباع طبعا الجو اللهج مثلا الناس يتكلموا في المنطقية في الحاج جاسم ولا في تليل العجلة ولا في مازل الشاكر هما خليط من القبائل اللي موجودة في ولاية سيدي بوزيد توا همامة جلاس نفات متعولية اسفاق قسم ثاليث عندهم لها جمعين كنا روحوا للجنوب نقاوة لكنة أخرى تكون تنمشي ولا باش نمشي تولي بنمشي وبنروح وبنقعد فهنتني يعني حتى موسيقى الكلمات تصبح ثم موسيقى أخرى الملابس يعني في الجنوب الشرقي مثلا يلبسوا الوزراء الجماعة الملاناية يلبسوا البرنوس سعات قشبية يعني كل التفاصيل مامة اللي أنت صغير تكبر معاك الثنائية هذية فيما تسمع ويخلق ثراء طبعا وفيما تشاهدوا وفيما تعيشوا وطبعا حتى حتى في السلوكيات ثم أشياء مسموحة أو متاحة في جهة مجيات مثلا ثم أشياء أخرى غير متاحة وهذا تقريبا في جهة تونس وكل ثم حواج مثلا تقول أنت رايب مثلا تظهر مثلا كان معيب في قليبيا ولكنها مش عيب مثلا في بلاسة أخرى والعكس فهمتني وذاك الحقيقة بقدر ما يدهش كالأول ولكن بعدين ولقلقك في البداية ولكن بعدين بطول الوقت هس إنه هدك هو رسيدك هدك التنوع هدك وكل التعدد وكل الاختلاف اللي هو ساعة جزء يراه ولكن أنت كتشوه تخزر له مبعيد يظهر لك كبير اللي عايش فيه ما يلاحظوش في لحظتها ولكن بعد كتبع فهات ثنائية هذه الحقيقة هي اللي ربما تبنى عليها صغري وهي اللي أثرت فيها حتى من بعد يعني حتى في مسيرتي كنت طفل مشاكس ولا الطفل اللي يحب يكتشف لأنه الشاعر اللي فيك كيد كان موجود معناه شوي بشوي يتطور ممكن وتأثر كذلك والله أنا ظهر لي ما تولدتش طفل تولدت كبير تعديت المرحلة لذي أعطبني أنا أنا لولد لول متاع بابا ومي معناها البكر البكر وبابا جابني وهو عمره 43 سنة فرحان بيا وهك اللي ديما أنا معاها وفهمتني أمي بيدها يعني في 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 المخيص متاع وقتها تجب تكون كبيرة وقتها تسمع أمرها 25 سنة يمكن أخت اللي فهمتني بلدتني يعني في فترة هذيكة إي معنا ندادها يعرش في الـ 15 و 14 وقتها فهمتني فأنا كنت ولد ولد كيني كبيرة معهم وخاصة إنه أخويا اللي جاء بعد ما طولش برشا يعني تقريب بعد عام ونص وعامين جاء أخويا لأخر فهمتني فأنا وثم حاجة أخرى تفصيلة أخرى مهمة اللي عمي أخو بابا ما عنده شولات يعني أنا ولد العائلتين فهمتني فهذا خلاني لحقيقة منحس اللي أنا كبير من نهار الأول يعني ما كنتش مدلل بقدر ما أنه تتحمل مسؤولية عندك عائلات وحاجة اللي أنا بلكش يا صحابي الكبار مش صحابي الصغار اللي في عمري يعني وقتها وعمي مشيت مع عمي هني مشيت مع عدري كونه هم مازوني للحنوت هم مازوني للدرشنية يعني تخص إنه لحقيقة الصغار ربما عشرتم كدخلت للمكتب وقتها احتكيت مني في عمري فهمت الجلسات وقتها في جرجيز كي تروح مع العائلة وانتي تبدأ تتنقل مع ابوك ولا عمك شو يميز الجلسات في القهاوي وقتها معنى شنية اللعبة ممكن اللي يبدأ ويدورو حولها مختلفة أكيد على توا حقيقة في الوقت ذاك القهاوي ميج دال جبرش كانوا الناس يقعدوا في الحوانة العطرية الحانوت العطرية العطرية هو اللي عنده عالى والك pię والطاولة convicted والطاولة والمينو و وجماع الاخرين اللي عندهم البطحة من تلخ وبتل وجماع المادة من تلخ من الحديث اللي عندهم كل هدرة كم يعني هو العطار هو المركز يبدأ من تلخ ومجتمعين عنده الناس ويلعب دور المقهى يعني فهي بسني بطبعات الحال كان ثم مقاهي لكنها جرجيس بحكم طبيعتها ووقتها في أواخر السبتينات كانت المقاهي أغلبها المقاهي السياحية بداية السياحة تظهر في أواخر السبتينات وقتها نزعت الدولة لكل الاستثمار في السياحة وبداية توجه طول السياسي للخيار للسياحة بدنا وقتها أنا توقيت أطفال قررت عدية الابتدائي الكل وفي معتمدية مزاجك يعني كنروح أنا في الصيف هو كنجيو غاديك هو سمحني بالكلمة ذروة الموسم السياح يعني إحنا ولينا نشوف والقرة والروامة كان مجتمع قابل التغير هذا وحضور للأجانب رغم اللي معنى في فترة سابقة كان موجودين بحكم الاستعمار لكن المجتمعات قابلين أنهم خطر شوفنا حتى فهم أفلام سينمائية ريضال بيهي عمل فيلم وفما نقد معناه للسياسة هذيك والتوجه للسياحة في خيارات تونس في الفترة هذيك حتى في جرجيس مثلا محمد الزران عمل حاجة منه هذية نوري في توري بالهيب عمل زادة هالجانب هذية اللي مسد السياحة الجديدة اللي هي في نهاية الأمر كان يكسر في تسلسل تاريخي واجتماعي وعادات وعراف فهمتني ولكن على الأقل بالنسبة للجرجيس هي مدينة كانت فيها جاليات أخرى يعني وخاصة الطائفة اليهودية كانت موجودة بكثرة في جرجيس كانت مدينة طبعا هي مدينة على البحر دائما المدن الساحلية مفتوحة وعندها قبول الناس قريبة من جربة يعني وهذا يجد مهم معطا مهم ثم السياحة ثم انه جرجيس مواطنها على بكري مشاول الهجرات الأولى من موضوع بداية الاستقلال واحدة وستين واثنين وستين والتي العباد تمشي تهاجر تستقر في فرنسا وقتها أكثر توجه وخاصة الرجال يمشي ويخليون نساء في الحياش غديكا ويمشي يغيب عام ويجي في قوت يروح ويعدي شر ويرجع يعني الخلطة مع القاوري ما كانتش مفاجأة وخاصة انها خلطة الحقيقة حقت غنائم لانو تم ناس خدمت تم السواح وقتها كانوا عندهم فأض من الكرم يعني يودوا ويصرفوا هما صدقات توجدوا وتتبنى ومشاريع واستذافات في العائلات والحياش والقر يجيبوا والسياح في العروسات في الليل وفي الجحفة وفي الكسوة وفي الفمتن فهذا طبعا كله من الألوان ومن الأشياء اللي أنا حلت عليها يعني عينية يعني في البداية اللي هو موضات تماما لما هو موجود في بداية وريايف ولياية السفاقس اللي هي معناها قرام معناها مزارع ناس مزارعين ناس عمال علاقتهم بالخارج علاقة معناها 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 كبيرة حتى السيارات مثلا تتعدى كربة في ثلاث أيام حلمهم أو أكثر حاجة هكا أنه يمشي الواحد يمشي السفاقس لمدينة ولا سوق الربعة في منزل الشاكر إنها الربعة يتقابل يعني ما كانش تم برشة محيط مختلف تماما صح وجودك في جرجيس مع العائلة أنا اللي هنا بش نربط مع الشعر لأنه ديما نرجع نقول كيف وليد شعر هل تتولد بموهبة معطم عند الله معناها وأنك تلقي الشعر وإلا هي كذلك تراكمات الاستماع فما في الجينات ممكن في الجينات صحيح أنا والدي كان شاعري شعر شعبي بقينا والدي انقطع على الحضور في المنابر تقريبا من اللي حالي تعني عمري ما شفت بابا يلقي قصائد ولكن كنت نكتبله أنا جواباته أنا نكتبله جواباته وكان هو مثلا بابا ما عنده قدرة برشة على الكتابة عنده حاجة كرقام يحطها ولا فمت يعمل فلما يكتب رسائل أنا تقريبا مثال فابتدائي واللي نكتب الجوابات ومش الجوابات شنو مثلا يبعث لأصحابه قصائد يجوه قصائد من أصحابه يعني مراسل مراسل صحيح يهني مثلا عنده صديق في ليبيا يبعث له قصيدة تزاد له ولا حج يبعث له قصيدة متعمه ناسبة متعمه جاملة يجاوب لأخر بك القصيدة أنا نكتب قصيدة الوالد ونقر القصيدة الوافدة موجود هذا موجود هذا موجود ودي أيضا كان في ولاية اسفاقس كانت تم أعلام في الغناء اللدبة يسموهم الجوالة كانوا برشا يجيوا غديكا لأنها مربع موجود بين ولايات اسفاقس والقروة وسيديبوزيد ويعني موجود محاطة وفاها الكثير من العشاير وفاها الكثير من القبال كل قبيلة تجيب للشي للالالا فكنت أنا صغير عرفت محمد صغير السياسي اللي هو نجم كبير في السويسي وفي الساحل ذاكا جاء غديكا حضرت له وتفرج فيه حتى في سفيقس موجودين اسماعيل الحطاب خالوا ومن غديكا جاء للعاصمة فعلا أنا جاء شسمه اسماعيل الحطاب مثلوثي وخالوا شبيل زبراني محمد صغير السياسي سياسي ثم شاهد لبيض من جهة الأخرى معنام تعمل المزونة كان يجي من المنطقة الأخرى يعني خسروا إحنا اللي يسمعوا فينا ويشاهدوا فينا إدبا شو نقصده إدبا ممكن نجيل جديد ما يعرفش هو هو قبل اللي يسميه هو شخص يغني عنده قوالب حاضرة يغني قصاية إما كتبه هوبا وإلا كتبينها شعارة شعبين أخرين تو موجود منها ما كنت العباد يعرفوه مثلا خليفة دريدي تو مثلا موجود يعرفوه مثلا سعد العامري مثلا حميد السعدوي مثلا عز دين بن فرح هدوما يعني هم يحيو الصهرة يبدأ هو واحد بركة يبدأ واقف غني ومعاها زوز الغالب يسموهم السعفة يعني هم مرددين هو يقول الطالع مثلا من الأغاني الشهيرة لمحمد صغير السياسي اللي اللي وانا لا نجلج من سهر الليل ولا تاخذني عيني هذا يطالع يقعد يعود فيه الكوران كل مرة وهو كل مرة يعمل مقطع ويرجع لقيني اللي اللي وانا اللي مرمبني وهكذا ويعدي سهرية كاملة كما تقول انت يبدأ تسعة متاع الليل عشر عاد ثلاث متاع السباح ساعتين متاع السباح وهو مغني وهذا المناخ كان موجود في الحجج يسمو في العجلة في منزل الشاكر في المناطق هذيك كانوا يجيوا لعبة كين يمشيوا الجرجيس ثم نمط اخر من الغناء وهو الغناء متاع الزنوج يعني السمر ماذا في الجرجيس فرقة جوجو اللي هي فرقة استعراضية اكثر منها فرقة غنائية وكان ربي يذكروا بالخير عما جيد يرتيلة كان يدهشنا واحنا نتفرجوا فيه عام التسعة جرال على رأس واثناشن جرى يشتح بيهم مهام والطبلة والذكرة ومعروفة جرجيس ايه ساحية الجو هذيك ووكل فرق هذيك ساحية ويجي وجمه فرقة الشنائبة من مدنين وفما فرقة غبنطن طبعا مجموعة غبنطن اللي هي موجودة في منطقة سيدي مخلوف اللي هي بين مدنين وجربة هما ايضا مجموعة يخدموا على آلة إيقاع واحدة الشنة يسموها هكا واحد يضرب والاخرين يدوروا يغنيوا فمتنوا يعملوا رقصات وكلهم يلبسهم في البيض ومحرمهم الحمر دوك يدوروا بيهم وايضا ثم الغناء المقدس أو في الصوف الحذرة أو الجو داك لأنه في الغالب منطقة الجنوب شرقي ما كان ش يعني كان فيها التمييز كانت السمر هما أكثر تعاطي للغناء الرجل يعني يغني وقت الحذرة إذا كان الغناء مقدس في الصوف يعني تقرب في الحذرة في الغناء اليوم وفي الفروحات فالسمر هما الأكثر حضور للمجموعة طبعا تمها استثناءات وتمها السامية معروفة ولكن في الغالب كان هذا هو التخصيص الشعر الغنائي والشعر الشعبي بديت بقراءتك إحنا رجعنا ونرجع لمستوى قراءتك ومطالعاتك بديت بالشعر ولا مشيت الاثنية أخرى من الرواية المطالعة خطرين وقت اللي حضرنا في بالي أنت ما كنتش في الشعر بالكل هذا أشياء حكيت معناها بعدين ظهرت كل برد القديم كبرت شوية في البداية أنا ما كنتش كنت هذا الشيء نعرفه معنا تو وعيد بيه ونشاهد فيه ولكن كان اختياري أني أنا وقتها نكتب بالفصحة كنت نحب هم 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 ترف عدد نحب هل الحكاية الجماعة يحكي على الجمل والنهجة والخيمة والسحرة ولا وقتها معنا محط اهتمامتي أخرى يعني كنت مغروم تقريبا في السن قديش أنا بديت نكتب تقريبا في 12 سنة محاولاتي الأولى نكتب ها بالفصحة لأنه قد زدت في 12 سنة أنتذكر ثم حاجة كسرتلي في حياتي الخاصة هي أني كنجحت في السيزيام مشيت للمبيت معنا بعدوني على أمي وأنا عمري حد وعائلة وفابتي وأنا الكبير وكيف كنت متعلق بالعائلة طبعا عمري 15 سنة ويهزو من عائلت ووقتها ويطي يشوف في مبيت كان برشا وجيعة طبعا يخلي في جرح وخاصة أنا نتفكر وقتها المدرسة الليل العجلة اللي نجحت فيها نجحنا عمتها قسم سيزيام فيه يكون عشرة من ناس نجحنا ثلاثة ثم شكون حطوه في المحرس وثم شكون ما زال ما خلطتش وأنا نتفكر الليلة الأولى والثانية تقريبا في اللي سيف السفاكس وليسي عشرين مارس تريق على الجارب في المبيت اللي فيه 651 أنا أنا ما نعرف فيهم حتى حتى واحد عمر 12 سنة في اللي على إذيك مزيل صغير إيه طبعا في الأشياء أكرت فيك مزيل تتذكرها طبعا ما وشو هالجراح تقعد حتى إذا كان كيتب رأي تقعد وشمع آآ ثم يقعد الأثر بتاعه الأشياء هذه كم مؤلمة آآ كيتوجاع تكتب إيه تكتب معناها تحاول إنك تتعبر لأنه في نهاية لمر نحن وقتها الكتيبة مش آآ في لحظة معينة تولي كأنك ضرورة باش تتداوي روحك باش ما تبكيش فهمتني يوك الستيلو يبكي في عوضك تتذكر أولى كتابتك ما نعرش ربما هي أشياء ما كانش عندها قيمة خيمة كبيرة حنين للأم نتصور مؤمن ولكن أنا ما نتذكر يعني بعد في الثانوي خرجت أشياء عد وقتها بديت ننشر تقريبا 16 و 17 و 18 كانت عندي ننشر نصوصي في جريت العنوار جريت العدنال في الصباح يعني عندي برشة بقصائد يعني تنشرت وقتها مكتوبة بالفصحة بالفصحة وكنت شارك مع رجلت تلمبيه ومشيت لأنتي فترة جيل السبعينات وكان فما حركة كبيرة وقربت من مجموعة البحث الموسيقي ووقتها جيل هذك الكل هو جيلك وأصدقائك فمشيتش للحب والغرام اللولة هذا وهذا دي مرة طبعا بحكم السن بحكم مثلا نحن تأثرنا خاصة مثلا نيزار قباني كان مؤثر في جيل كامل يعني وكنا نقرأه والمطالعة ونسمعه ونحبه ونفهبتي وليتخيرنا أن نحن نحبه هو شاعر المرأة بنتيس رغم اللي عنده القصيدة زيدة ديك طبعا ديكا سيسي هاي الثنائية هذي اللي موجودة في نيزار قبالي موجودة فينا احنا الجيلة ذاك ففي نفس الوقت احنا نكتبوها العاتفية ولكن الحراك اللي موجود باحدنا خاصة انا بعد معديد تقريبا ربع سنين في اسفاقس مشيت الترشيح المعلمين في جابس مدرسة ترشيح المعلمين في جابس وجابس مدينة متحركة ومدينة وقتها وبدأت وقتها البداية المركب تتحول الى مدينة صناعية جابس وبدأ الحراق والمركب وسبعين في التاريخ العالم الكل حراك طلابي سياسي ويديولوجي وقتها وثماني وسبعين وعلى اتحاد عام تنسي للشغل والحركة النقابية في جابس وتبنت وتأس اللي نيج اللي هي المدرسة القومية للمهندسين في جابس اللي هي فقال طلبة زادة وفقال تيارات سياسية واتحاد الصغل بتبيت الحال والعمال كما قلت معنا المنطقة صناعية وليت ونادي السينما في دار الثقافة هل الشي هذا وتبعث فرقة البحث الموسيقي اللي هي ايضا فرقة مناضلة ونحب نحي الناس اللي كلمات اغانية البحث الموسيقي البحث الموسيقي لا اما كتبت حاجات اخرى لمجموعات فرحات زويني اولاد بن زويني يبدو مناظل في اللول بداي بالاغاني الملتزمة متأثر بالغيوان جلجلالة وكلها موجات فهمتني نذكر أنا وقتها فرحات عملنا مرة في دار الشباب هاجم عصر الليل من دجنة للنيل وحاجة كما كايم وتأثر بكل الخطابات القومية فهمتني ف كنا لعنا محاولاتنا فالشي هذيك كنا قراوة قصايدة في الاتحاد المحلي في جرجيس والاتحاد الجاوي في مدنيين وفي نفس الوقت كنت في محط رشح المعلمين كنت عضو في فرقة المسرح الحب الحي بالمناسبة سيد عليبو ستة مثلت معنيها اي مثلت في المسرح المدرسة وجيت دار تقاب بن رشيق اي وقدمت عرض ذكر المسرحية شن اقدمنا على السنابل وقتها رواية سنابل مصطفى الفارسي والتي جاني ظليلة لدى وقتها وبعدين عملنا بريشت رواية بريشت سقوط الطائرة وفي الحالتين احنا كانوا يعملوا مهرجان اقليمي في الجنوب في المحطين اللي احنا من مدرسة الشح المعلمين ديما في العامين ربحنا احنا فهمتي فمنهم مرد عرضنا في السفاقس عرضنا في العاصمة وفي درد قبر الشيق ونذكر جانا رحمة سلحة جغام مسجل معنا في الاذاعة الوطرية ونحن مبهورين وفرحان بينا ويعني اشياء تقعد دائما في البال لكن في الاخر اشتفهم انت في اللحظة هذه انو احنا اللوجه على رواحنا المسرح هو للشعر هو النظال هو التعبير هو ايضا للجانب نفسي البحث على الاعتراف وحب الظهور قدام الناس ويشوفولك ويخزرولك هذي يكون في الفترة هذي كان وتعمل انت قبليك جبت على نزار القبين وفهما سميح القاسم زيدا في اللي مرمز من رموز القضية الفلسطينية من اراضي 48 كان صوته عالي بالشعر وقتيش قررت قلت نمشي للغناء لانها نقطة مهمة جدا بعد الحراك وبعد التجربة والاطلاع على من نزار قبيني لسماح القاسم الروايات كتب كذلك ومزلنا تونحكيوا على مجالات اخرى اكيد اثرت فيك وكونت شخصيتك لكن وقتيش اكتبت على خاطر زيدا فما اغاني مهمة جدا اكتبت فيهم حتى لنجد مش بعيد برش على المقاومة على الجوال ذاك هو الحقيقة انا اذكرت لك في البداية انه انا كنت في الس البغرون بالمحاب نكتب الفصحة والحب انه والكتابة بالعامية ما كانتش تغريني يعني ولكن لانه الاشياء كانتها موجودة في الداخل فيكفي نتحركها باش تبرز اذكر انه احنا في قبل الترمين علي كنا بال ثانوي بالجيم القديم معنا ثالثة ثانوي اه في الترشيح جانب القسم العقوبي الله يرحم وشاعر النظار وشاعر و بالجاسم غير انا منظرتي للعامية لانه العامية كنت اعتقد لا تحتمل الا الحكايات التلاثية اللي كان يعني القسائل اللي اكتفين بابا ولا جمعت ولا فبالجاسم الحقيقة جانب نورمال وكننا شوفه في دار ثقاف في قابس في اتحدث على معاني كبرى باللغة العامية متاع جبلي ودوز متاع الجنوب يتحدث على الحرية على الاشتراكية على مقاومة الامبريالية على المساوات على العدالة هالمعاني الكبيرة والفلسفية الانسانية اي ويخدمها بصور جديدة وخرجنا من انه الالتساق بالصور اليومية اعطاها ابعاد اخرى كبيرة فالحقيقة هذيك انا حرك فيها شيء انه قلت طالش لا انا زادا نكتب في المجال هذي واحنا كما قلت في الغمر النظالية هذيك وكل واحد يحب يظهر الروح وانا كنت يعبر على اللي يعيش فيه وانا في الجنوب فينا برشة عن الفكر القومي والروح القومية والتيار القومي منتشر في القطرة هذيك في برشة دول العربية وقت تأثير عبد الناصر وتأثير ليبيا القذيف يقول اذا عد ليبيا كل يوم محلولة ونصعوا الأغانية هذيك وبدأت تظهر الكسيت وبدأ يجيش خمام يعني الشيء هذيك بدأت تغني للأشياء اللي نكتبها لغاية انه انا دائما كما اذكرت لك منذ بداية كانت عندي نصوصي اللي نكتبها بالفرصة ستقرص في الجريد فكل مرة نلقى فرصة باش نعمل حاجة في جريدة نكتب حتى انه سيحسن بنحمد ربيت عمرو كان مشرف على صفحات الفنية في البيان عملوا ركن اسمه همزة وصل هدايا مفتوح للشعراء الغنائيين الشبان اللي يحب يبعث ذو اللي ركن لم نتواصل لسنوات قاعد سنوات للم نتواصل أنا بعثت قصيدة من قصيدة فالقصيدة هذيك اللي جاوبوهم بجملتين ثلاثة وانا قصيدتي تقريبا خرجت كاملة وكلمت سيحسن باش نشكروا قالوا يسمعني رأو قراوها بن علجية وبن جدو ورأو يلوجوا عليك وقتا عندهم نجوم الغد وقتا عندهم نجوم الغد 85 هكذا 84 85 فبتي معنا أنا جيت بعد طبعا أنا في اللحظة وانا كانت عندي الهاجس وانا نرجع للعاصمة قطر أنا جيت قعدت عام في العاصمة 81 82 جيت معلم متربس وبعدين رجعت للجنوب قررت في تطوين عامين وقررت في جرجيس عام وبدأت أمي رحمة خمم كيف عرس أنا وبابا وبدأت نبني في الدار ولكن أنا طموحاتي كانت حاجة أخرى يعني بش أقول أنا عمري 20 سنة 23 سنة وفات حياتي يعني بش ندخل في كل ليلة بش تدخل في العرس جب صغار أنا هربت الحقيقة وهما مكان وش راضيين يعني والدهم الكبير اللي ربما معملين عليه بش يزيد يكبر العيل والها بأخوات والأصغر وقت المعلم يصور يعني وعنده زاد مكان اعتبارية في المجتمع وشاريته بي وانا نقري ماذا في تطوين وقت جمعة نصر 3000 يعني يعني أغلب الشارية نروع بي نعطيها البابا ونه فهم إذن فقررت أني نجيل نجيل وجهتهم معني نجيل حتى لا هو المطلب عملته مطلب سري ولكن هم حاطيتهم لأمر الواقع كيفش كيف تردد فعل هم مقدار طبعا لا تغشش إلى غاية تقريبا عمين كيفما يتكلمني ببرود وبعط لي ساعة جواباتك بتاع تنديد بهروبي وحتى لين لين خريط جايزة في مهارة رجال الأغنية مصوى وعطاني وقتها مركبة الغناية كريم شعيب ولحنها سمير العجرة هذه أواخر ثمانينات آخر ثمانينات كان كثبا ثمانينات ثمانينات حاجة كما كي التصويرها اللي يعطينا الشهادة سي الحبيب بولعراس الثقافة وبابا كان يقدر الحبيب بولعراس والمسع ومسرح وكتب ويعرفهم وزراء بروبيبر الكبار فلما صورني الحبيب هميمة اللي يرحموا فتصويرتوا مع الحبيب بولعراس بعضتها للويلد وهزيتلوا معها الشاك اللي فيها 400 دينار وقت مش نجمة هي ترضيهم مش مش نهم لنا فهم مش ضايق الخطر فهم ما زاد دوانو الفن والموسيقى معنا مجال ممكن العديد العائلات ما يفهمو ويخافوا منه وممكن يعتبروها ومش المجال اللي يوليدهم ينجموا يقضوا فيه هو القراء الكل تخاف من المدن فما برك بالعاصمة يعني احنا توا في الجنوب وبعيدة 500 كيلومتر انا اعتقد انو حتى ماذلا واحد في زغوان قريبة 50 كيلومتر ما دبيه ويلده ما يمشيش للعاصمة ويلده بحدها وإلا فهمتني يعني وخاصة تم نظرة في المجتمع التونسي انو هالمجالات الثقافية بواب جحيم فهمتني يخاف يخاف ويخاف ايضا من حاجة اخرى لانو تم ناس جيت انا تم حالات جوكيفة مثلا مدرسين بعدين في جرة الشعر والاهتمام ثقافية بطل من خدمهم من اصلية فهمتني فهو يخاف مش فقط انك انت الضيغة انك حتى الرصيد اللي عملته ووظيفتك ووعدت انت كنت واعي بالنقطة انا انا حضر في المسائلة ذي ووعد ذكي وحتى جيت محشوبة مهزتكش النجاح الفني والموسيقى هو صحيح تشيخ كدخلين كتما نوع من السعادة ولكن دائما لابد انك تحافر على توازنك ودائما تمشي تقاري اتقاري انا في مشكلة قلت اللي بديت تعيش في الشهر والنجومي كفش كين التعامل مع تليمثتك وقتها يتفرج وقتها عنا التلفزة وتظهر في التلفزة حاجة كبيرة اي طبعا معنا انا وقتها المدرسة تلمذتي واوليات وزملاء تلمذتي هو فقط انا الحالة هذيك بخطر ما طولت شنم في التعليم تقريبا بعد بعد خمس سنوات معنا فتتمل خمس سنوات لولة تقريبا انا في التعليم بعدين خرجت انا من مشيت للإدارة ومشيت اشتغلت أشياء وكملت دراستي ومشيت الحاجات أخرى دراست عليا ايه كملت دراست عليا عملت ماجستير في الترات وعملت متريز في التاريخ جغرافيا يعني كملت طورت معنا اخديت النهج العلمي والخيار العلمي وخليته هذا بجانب هذا هذا بالتوازي الثلاثة معناها هو العلمي والمهني والفني هذا خدمت معنا نخدم في وزاة التربية إلى غاية تقريبا في آخر أربع سنوات ومشيت لمزار ثقافة وقبل التقاعد والمسال النشاطي الفني وطبعا الجانب العلمي هذا يلتوى ربما بخلت نحكي وعلي خد نرجع على النجومية وعليقتك مع الأولياء وقت ولي تم نوع من الاحتفاء بيك وخاصة أنه في الفترة هذي كان أنه التلفزة هي نفسها سلطة لما يشوفوك في التلفزة معناها أنت قريب البرقبة يعني كانك خريب للرئيس كان للعبادة قادرة أنك تطيخوا قرارات وتتوسط كانوا جيو في طلبات أنك تتوسط جيراننا مثلا في جيرجيس ولا على أقاربنا مثلا نتذكر أننا معظم قريباتنا أنا خريت جائزة في مارجل لغلية تقريبا قريباتها ينكون 500 فهي جاءت تحب تتسلف لولدها ثلاثة ملايين ثلاثة ملايين مع خطر خليل جائزة أمي قال الله يرحمها كان عندها تعليق جميل ياسر تفكر وكتو قلت لي اجمل لبيض لكل وشحم أي معنى كي يبدأ واحد سمو عليه اللي عنده 500 يرغب يعمل ثلاثة ملايين ننجم يعمل ثلاثة ملايين فالأشياء هذه معناها في الزمنها كما قلت أنت زمن القناة الواحد الجرائد مقروعة يشوفوا تصويرتك في الجرائد يشوفوك في التلفزيون يسمعوك في الراديو هذا كله يعطيك مكانة معينة سواء في أسرتك سواء في حومتك سواء في تلام زاد معك وأنا خاصة في تعامل مع تلام لما كنت شديد برشا يعني كنت نحاول نكون هكا مرح هو طبيعتك مرح روالي ما يعرف شمال لتوا علاقتك معهم ساعات يعرضون يعرفوك تذكرهم منتي ثم نذكرهم ثم نذكروش يعني تم نساك بارت وعد ورجال وفهمتني كل مرة يعرضك ويبوسك مرة أخرى يعني أنا قريت عندك في بلسة الفلانية ورغم أنا كما قلت لك معناها ما طولتش أنا معناها في العاصمة قريت تقريبا ثلاثة سنين في الجنوب وقريت في العاصمة يمكننا أربعة لخمسة سنين يعني أعملت تشكيلة لحقيقة كل مرة يعرضني حد من أجمل ما كتبت جاي برجلي داين قديش تحكي على جليدي العويني الغنية هذي اللي أديها عدنين شواشي بمتعة كبيرة أيها من الأغانية بالتبات الحال هي مكتعرف أنت ما يسمى عند الأدباء بصدمة المدينة بالمدينة ولكن وقتها في اسفاق في مسؤولية ناس خورين يعني موك جابك للمبيت ماكل شارب راقد ساتذتك القيمين محيطين بيك أساتذتك يقريوا فيك ما عندك حتى مسؤولية بيك يعطيك بصرفك من الجمعة للجمعة ولو من العطلة للعطلة يعني دا ما روحتش هذي أما تدخل المدينة تونس و تحب وحتك تدخل مجال كيف مجال صعيب شوية معنا يقبلوك أنا خطر نسمع نسمع وكيد كل واحد عنده التجربة مجالة موش سهل معنا مش بالسهل خاصة في الفترات هذيك التلبزة الواحدة اللي داع الواحدة معنا مش سهل أنك تتواجد وتفرض نفسك وأنا خليت المسلك الصعب أنا شنوها برشا يشبهولي يجاو للنوادي الأدبية مثلا يقرأوا أمسيات شعرية بالتحاد كنت بدور الثقافة كانوا مهرجين نحي الظهور الله يرحم محمد برجب كان مشرف عليه الله يرحم مهرجين الشباب أنا لا أنا بقصادي رغم على يعني اختلاف تم الباهية تم الخائبة ما رهنتش على شيئ هذيك ومبعثتش ومشيت مباشرة جيد نحب قصادي تتغنى أن القصيدة تبدأ ماشية على سقيها كي تتلحن تتعمل الهجوانح وتطير تتبعد أكثر تنتشر أكثر شكونا من اللول اللي دخلت معاه في التجربة هذي وكأن رهن مبعثكم يعني ترهنوا على التواجد على أن كلم والموسيقى يكونوا موجودين ومعرفين أنا بالحقيقة كي مقلت جيت من نجوم الغد وكنت نعتقد أني كنت عدى في نجوم الغد معنى سي تتحلل البيبان وغد وصباح وليو بالصف ولكن الإباعة وقتها والموسيقى مجال فيها كما أسمي معين فيها شوية غناية مي كل الموسيقى نحكي فترة دي كمان مدر أنت وانت زادم على وقتها يغلصوا بالقداع على مجال فيه الله يرحم وسيح مودي الباجي معنى من الجيل القديم وسيح بمجيد بن جده وسيري ذال إخويني نرحم ووقتها السكشية متعب لحميد الرباعي والحبيب محنوش وأحسن المحنوش فهبتي وجع فرماجد ونوردين نسمو وكانوا يكتبوا نصوص للغناء والسجو هذا يحكي على برشا أغاني وأعمال تجلت لهنا بش نجي وإحنا جيل جديد يزم يؤمن بيك ناس يؤمن بيك فبرك الله وفي سعر أبد أحمد بن عزي وقتك عدنا في النجوم الغد وأنا وحاتم القيزاني نذكر وبشير فرح وسلاح الدين سيسي لحما صديقنا اللي كتب وقتها جرحي وحسن شلبي وحمد الدريدي معنى مجموعة من الليلة وبشير لقاني وشعرها في الفترة هذي يقربون اللي دعا لفقة الموسيقى ولكن المسال ليش سهل لأنه تمليجان واللجنة يقشر ولا ما يقشر شبه لغنية تتقبل أن تتسجل واللجنة المستفيدين ينجم حتى من باب الرقحك أنا فلت الحقيقة شوية عملت وقتها زبير اللي كان يذكر بالخير كان عنده محاولات في التدخين بدينها بعضنا وعملنا أغاني تشهرت بعد عملنا وقتها مربوحة مربوحة إن شاء الله مربوحة وعملنا سير وفي كمرة وفي ربي طاول عمر وإحنا أولادك تونس عملنا أغنية الرياحية اسمها ذو الشموع ما ما ركزش عليها برشا لمية ما فام ما أنتش تشتب هذما أما أحنا أولادك تونس مربوحة إن شاء الله ووقتها مع سمير طبعا زاد هو فعالية وآمن بالنصوص وإنا اجتهت لحقيقة وسمير بعدين هو اللي يعرفني على عدنان وغادي جاءت وربما معرفت العقرب هي اللي في الفترة خلتني نربح الوقت يعني خاطر العقرب كان ينظم سهريات وكان نقابل ومتما قعدات وتما لقاءات طاقة من الليلة لولة معجمعت الصف لولة طاقة بعد ذلك مثلا شكري بوزيان والشياء دي الحاجي والنجاة تعطيها معنى هذومة كانوا في الفترة ذيك بنجوم بداية تفهمتني نجوم تسعين تقريبا ثمانينات ثمانينات ثم الحمد لله بداية التجربة سواء في الأغاني اللي عملت مع العقرب اللي مثلا نجحهم بعد سلطان حبك سلطان حبك الحضر يالي احنا ديمة 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 سبور هي كلماتك واشعار وإلا خلوهولي اللي غنيها حبوبة وإلا عمالي مع ناس خرين مثلا ها مش نحكيه على أنا نحب على نحكي على غنيت حمى مدير الترودي قديش ناري على يامك يا حمى حسر على يامك يا حمى مرهون مربوط بعيلة وكرات واللي تجري شهرت لمة في جمعة الجاوف غطست أيامك في الخوف خايف منكرني المصروف والضوت سكرت الماء تعدي في عمرك تستنى في منحة في راس شهر تجبد منها تصرف منها وحسابك توالي سفر وقتاش حمى تتهنى وتطلع فوق المية شبر يعطيك تريف من الجنة عدك به العمر وفا يجري ناضل يا مناضل خلص كريدي بكريدي وحلم بالزايد والفاضل الحلم بلوشي يا سيدي يا طيب انت يا فاضل نسيت النكتة وانت جريدي بسروحك واصل ناضل بالك تلقى ترف هو شوف وشوف غطست أيامك في الخوف خايف منكرني المصروف والضوت سكرت محلي محليهم الكلمات قدش معبرين على التونسي في كل الفترات في كل الأزمنة قصتها قصتها أما وراها برشا النقد كذلك أي طبعا والحمد لله يعني الحقيقة أنا عملت أشياء في جانب هذا النقد تعديه بضحك بخفة بسليسة وما يأخذونيش بجدية برشا ما يحطوكش في الصف الأخر اللي يجي مش تعارض وشديد أنا أخذوها كغنية فقهية فهمتني ولكن هي مشحونة بأشياء بكلها رسائل وعملت حاجات من نوع ذا فيها اللي طبعا تعمله نجح فيها لأقل نجاح عملت نص آخر غناها مقداد هو الحقيقة لكن منجحش كما حمى اسمه متقلق متحبش تسمعني علق المتمسح والمتملق والمتخلق بش يتسلق قلت نطلق لبلاد ونعطيها نفقة ولا وفقة ولا لرحمة لشفقة نقعد نتفرج ونعلق البارح زعمة قلت نطفي ونضو نعمة ولا نظن غنية نعمة ياهل الله ما عندي قالوا وليس مني أشب قالوا كان الحمد الله ولباس لباس ولعنق لبس نكفن وتأنق من سلطة وسلطان يقلق لحبي يموت ولا يتطلق وانا عندي كان السكتة ولا النكتة ولا شوية كلام يقلق ما تحبش تسمعني علق فيها زادة برشا رسالة الغنية ما مش معروفة برشا ممكن هي اخطر شوية اي اخطر اصعب اصعب شوية ما هيش كيما الاخرى تعطي على انها معناها اجتماعية اجتماعية لكن حتى الاخرى زادة فيها برشا نقد واحنا نحكيوا على الموسيقى بش نطرح عليك سؤال بش نقدو ديما في الموسيقى كما مهم زادا نعرف شنو غرامك كذلك ونعرف انه الشاعر الغنائي كيسمع الموسيقى تكون عنده كذلك ممكن حاجة مختلفة على المستمع ممكن ممكنة نعرش تأكد يولا دي نبحثوا على اسم اغنية تتكون من اربع حروف تفيد الندم وعدم العودة الى ذلك الفعل اه 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 كزا ما اه اه bout a اه 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 الشعر عبد الرحمية البنودي الخال اه وي اي وي انا عبد الرحمية البنودي كنت اللحمد لله يعني تعرفت عليه وقبلته atau الفضل في معرفتي لعبد الرحمية البنودي هو strict الله يرحمه كان من أحد وجوه الإذاعة اللي هو سيا بوراوي بن عبد العزيز وكانت عنده علاقة طيبة طبعاً مع عبد الرحمل بن ودي وكان في حصة من حصص متاعه الإذاعة في التسعينات أو التسعينات استضافني هو مستضيف عبد الرحمل بن ودي واستضافني أنا معه وقريت أنا شعر بحذل بن ودي لأنه زادة معروفة الشعر اللهجة هو هكذا لأشي بوراوي عايت اللي أنا مختفى بديت أنا نبين أثرت بيها الأبنودي هو مش تعجب بيه وتبهر بشخصه بخلاق لأنه الأبنودي بخلاف قوته كصاحب نص هو كشخصية وكي تقرب له يعني رجل مرح رجل حكيم عميق ترقائي كي يبدأ يحكي على مصر مثلاً فيها برشاك شوية يعني أقنعة الأبنودي ما عندوش الأقنعة هذيك كي يبدأ يحكي على حمتهم في أبنوت في الصعيد ولا على خالته ولا على عمته ما يزين شو ما يجمل شو الواقع لأنه كان منتمي للمجموعة الشيوعية التي واجهت عبد الناصر وتوقفت في عاد عبد الناصر يعني تجربة أخرى هذيك طبعاً هو فيتني أيضاً في عمقه المصري يعني والخدمة الكبيرة التي خدمها على السيرة الهلالية وخلته يتنقل في ربوع مصر وجال تونس وجال تونس لأنه هو ممشترك مع السيرة الهلالية ودي ما يحضر كان في تونس نذكر الحمامات دي ما يستضيفه وكان أقام حتى في الحمامات وزمان الطهر جيجي على ما أظن وقتها كان مدير المركز تقافي في الحمامات كان جاء وقعد لفترة وكان عنده أصدقاء وبرشة في تونس وكانت جلساته وكان رجل صحب نكتة وصحب فكر وصحب موقف وقبل ذلك وبعدها صحب موهبة يعني كبيرة وانا لحكي كان تذكر له حاجة من أشعاره والله طبعا نتفكر اللي اللي تغنى مثلا عيون القلب وإلا توبة أو إلا تحت الشجر يا واهيبة يا مكنة برتقان يعني أغنيه اللي مع محمد رجدي ولا مع عبد الحليم ولا مع نجات صغيرة يعني مدونة كاملة والأبنودي طبعا من الأبنودي من الأبنودي بلغ حمدي زيدة بداي مع عبد الحليم وبعد الانتشار معهم كلثوم ومن أهم الموسيقيين من الألحان اللي يطربوك تسمحهم شنية خياراتك للشخصية كأجليدي العويني أنك تسمع من الموسيقى أنا نحب اللوتانتيك يعني بلغ حمدي تحسل هو مصري حقيقي يعني بكل خدراته في الموسيقى وخياله ولكن موسيقته تحسها خارجه من أعماق وعنده قدرة على توظيف المولوط المصري الموسيقي والاختباس منه والتطريز به ويعني كي تسمع الأغاني اللي كي ما قلنا اللي عملها من عبد الحليم ولا اللي عملها من رجدي أم كالثوم بيدو خرج بها من مكان من سطوة صنباتي وزكريا إلى المرحة متاعه يعني ووقتها كانوا يصنفوه في الموسيقى الخفيفة الجديدة بل بل ربما يكونوا تافهة بالنسبة ليه مقوى لكي عنده قدرة ما وقعش قبوله من القدمة ووقتها طبعا، هو مجدد هو وقت هو روح جديدة في نفس الوقت يعني المدرسة يعني معنا ما يقابل البليغ في مصر المدرسة الرحابنا في لبنان اللي هي أيضا استطاعت أنها صحيح هي مدرسة متأثرة بالموسيقات الغربية وبالتوزيع والجو الغربي ولكنها أيضا قريبة من جذورها يعني دائما الحضور الإقاع اللبناني دائما حضور الروح اللبنانية خاصة وأنه راحباني عنده قدرة على الكتابة والتنحين في نفس الوقت فالكثير من النصوص اللبنانية اللي في الأغاني يعني خليكم الموسيقى النصوص نصوص فيها تفاصيل جميلة جدا وفيها روح وفيها عمق وفيها صور يعني وبخلاف القصوص من الأغاني اللي فيها صور اللي تمسك أنا مثلا نحب نحب غنية مكاهم فيروزة بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق بتكتب اسمي يا حبيبي على رملي الطريق وبكرة لما بتشتي الديني فيها يعني الجبعة اسمك يا حبيبي واسمي بيم يا حاك فالنص هذه صورة جدا وتحسوا إنه مأخوذ هي مأخوذة من البيئة اللبنانية شجر الحور ونقشان الاسم على الشجر والتشتي الديني والجو ولكن في نفس الوقت أيضا فيها إحالة إلى إنه الرحابنا كانوا مطلعين على الشعر الفرنسي كانوا مطلعين على التجارب الشعرية الغربية فياخذوا منها أشياء استلهموا منها ويخليوا الأشياء هذيك يكشيوها أو يغذيوها بالروح اللبنانية وربما التجارب اللي ما صارتش عننا برشا نحن الحقيقة في الجانب الغنائي في الكثير من الأشياء قدنا جيل كامل الكلام المجرد مش الكلام اللي فيها صور وفيها تفاصيل أحاس برايك عليه شنو يرجع سبب هذي موقع تقعد ثوال الاطلاع الاطلاع احنا ناسنا رغم اللي احنا في العادي معناه والمتعارف علي انه احنا في معناه شمال افريقيا الموقع متعتون مطلعين على الثقافات يحضرونا برشا زيدا عامل فنية من برا ربما ما لاحظته انا وربما نكون ظالم انا كي جيت دقيقة لقيت شعراء الأغنية من يكتبون الأغنية بل حتى الملحنين ما يقراوش ما يقراوش الموسيقيين عشرتهم كانوا مع الموسيقيين الشعراء عشرتهم كانوا مع الشعراء الرسمين المخالطين كانوا الرسمين في خين انه المطلوب انه هون تدخل البلاد في المجال الفني بالعرض مش بالطول يعني اذا انت شاعر لبدة تعرف الموسيقيين عندك علاقة بالموسيقيين وعندك علاقة بالرسمين وعندك علاقة بالمسرحيين وعندك علاقة بالسينمائين هذا يكل وعندك علاقة اساسا بالكتاب والكتاب وهذا مهم جدا لانه كي تقرأ الكتب طبعا كي تقعد على الكتاب مش تقرأنا تسمحهم يتحدثوا هذا يفتح مجالات ويعرف على أشياء ويعطيك صور أخرى ويعطيك أفكار أخرى الرحاب نحس لي وعندما كان بحدهم كان بحدهم شاعر عظيم اسمه سعيد عقل معناه مثقف كبير وكاتب وشاعر واخدام منها أغاني يعني فهمتني هادم الناس وهدو ما كان عندهم تأثيرهم فهلا احنا حتى بشنا ندخل الحديث في الحديث يعني احنا في اللحظة الحانية مفروض غريب يأسر انك هذون المعهد العلي لموسيقا ليس هذون هذون معه e views لا احي دون محيظت في حديث لا احي سيلمان لا احي دون غ Люف 영상 إذا غانطت سؤال هذون هذون معه هذون هذون هو نعم هذين ياهم يزمانهم لا يزمان ب complicated هذين ic يعني هذون كلان لدكاملوا MLB هذم تمشي الفكرة أنه معناه اكاديمية فنون صحيحة معناه ينجم واحد يقرأ في المعهد العالي في فرد ما كان يقعد اربع سنين في المعهد العالي الموسيقى وثلاث سنين في المعهد العالي الموسيقى ما ينجمش اي قابل واحد يقرأ في السينما في قمرته وقدش في السينما تنجم تعطي صور كذلك ينجم يعدي ثلاثة سنين في مدرسة الفنون الجميلة في باب سعدونة ونسيدي عب السلام وما يعرفش كله يتملوك وللأسف هذا يعني لابد ان يكون الشيء هذي ونحن قعدنا في المجال هذي في الشلالية هذية وكل جماعة وحدهم وهذا تعتبر انه هذي مدأثر ويفقر الحالة الابداعية فمشكل حركة فمشكل الحديث والنقاش والعشرة والمخالطة وانا نعطي فكرة انتي تعطيني فكرة كل واحد من مجاله ينجم يضيف للآخر ووقت اليكبر وبعضهم تتعلم السينيات فمشكلة فمشكلة ما يبداش يكتشف يبدوا يعرفوا بعضهم يتفقوا على نفس المشروع من الأول نبحثوا على اسم فيلم يتكون من خمس حروف معنا الاسم هو خامس أكبر الكواكب في مجموعاتنا الشمسية تتميز بوافرة الأكسجين الغلاف الجوي والمياه السائلة على سطح يظل يظهر أحكيوا على فيلم الأرض الأرض الذي كان يخرج 1969 الفيلم الأرض الفيلم العظيم يوسف شاهيد وهو من الأفلام التي تفقنا بهم مثلا أنا علاقتي بالسلماء بدايت مع علاقتي بالتعليم الثاني كيف نجحت ذكرت كيف نجحت مشت الأستاذية مشت نقرة في السفاقس على عمري 12 سنة اكتشفت خطر قبل كان يجيونا في المنطقة اللي نسكن فيها كما قلت لك في الحاج قاسم والعجلة كان يحنا في يجيونا سينما الحيط كان يجي يعرض على الحيط على الحيط على المكتب فهمتني والحانوت والسينما المتجولة واللي هي إنجاز كبير واللي هي إنجاز إنجاز كبير الله يرحم قديش أثرت قرشاطات والشريعة والشادي الغليبي والناس اللي أستها اللي أسوا السينما في تونس وخلت الناس في أعماق الأرياف تعرف السينما من بعدين كمشيت للسفاقس واللي تنعرف السينما القاعات تقريبا نعرفهم من كل وقتها طبعا بدينا نتفرجوا في الوستيرن فيلام الوستيرن سواء كانت الوستيرن الأمريكي ولا الوستيرن الإيطالي فهمتني خاصة وقتها نلتقتها لتنقتو أنا نحكي على سينما نحن معناش تلبزة أسلا، الوقت وقتها ماش تلبزة خطرينا من شي اللي نفرجوا في المظلات وقربة الإيتالية رايونو نجدوها صافيا أصبا منتو نستبدأ برقادة التوسير نحن بالعجاس نحن حتى راي من غير قولو ما نجدوهش نتبع الوقتها في كلينت ستوت وليفان كليف وشارل برونسون ولمانتي ومن بعد طبعا كان تم السينيكلوب ومتذكر أنا أعتقد أنه فيه من الأرض أول ما شفته شفته في قاعة بغداد في السفاقس القاعة بغداد كان فيها نادي السينيما ومنعش شهية وبدولي أن العصفور شفته في قاعة المسرح يعني رومالزوزة فيلم تاع السفاقس كان فيه برشا قاعة من مائلة وحراكة كان حراكه هو الطهر الشريع عبيده وهذا هو أصله من الصيادة ولكن أهم خدمته في البداية كانت في السفاقس ومن بعد بشعيته هنا في زال الثقافة وشد رئيس مسلحة للسينما أو المسؤول على السينما يعني وقتها اكتشفنا يوسف شهين لأنه يوسف شهين لفلام كتابها صغيرة لفلام مقلقة يجب أن تقراها قراولة كي تلقى لإسماء هدوم المهفات متاع نوادي السينما يقول لك رأي تصوير أريد عملة كيك على خاطر كذا والممثل خرجها دي على خاطر كذا والمساك تلك معناه يشرحوا لك حاجات اللغة السينماية مفهومة تولي أنت بعدين كتتفرج فيه مرة ثانية وثالثة تكتشف أشياء اللي ما شبتهاش وتتكون أحلى وتتكون وكان عنا في المحهد نذكر في الحي طريق العين من العاشة تم شخص اسمه سي محمد اقتاتا كان عنده تنشيط ثقافي كان مثلا يعملنا مسابقة كي تربح في المسابقة هذه كانت تأخذ تسكن للسينما نهارة سبت تمشي للسينما تذكر أنا أخذتها مرتين ولا ثلاثة تسكن هذه فمهم وخرجت فينا الجانب هذا يامتا اللي سينيفيل على أقل كان الناس المغرومين بالسينما والتوى اللي ما زلنا يمكن قل المشي لقاعات توى ولكن التوى مثلا كي ما تحل التالب تقى حتى السينما فيلم مقديم فهمتني تاك في غادية أكثر الأفليم اللي يشدوك تاوى الأبيض والأسود اي ماتلا عنديش برشة ما تفرجش في الشي اسم The Bad and الشرير وال الفيلم التنياني متعديني الشرير والخبيح الطيب والشرير الطيب والشرير والقذر والحاج كما كي هو عند العنوان وبالفرنساوين مثلا التوى معناه هو فيلم من خديم والتوى مثلا كي تتفرج فيه تتفرد التوى مثلا كي تقى فيلم يعني طبعا باب الحديد ولا الفلام تذكرش الشخصية من الأفليم اللي اللي لقيت روحك فيها هو مفرن في السينما فما المشاهد اللي يلقى روحه معناه فما كاليدنتيفيكاسون نبقى روحي في الشخصية ديك والمختص في السينمايزم ويخلقك المسافة باش يحكم على اللغة وعلى الأداة وكل العناصر اللي تكون الفيلم من اللغة السينماية انت فما فيلم تفرجت فيه ولتوى تتذكره لقيت روحك فيه واحدة من الشخصيات نحن بالحقيقة أنا من أقرب الشخصيات إلى قلبي شخصية أحمد زكي شخصية أحمد زكي شخصية أحمد زكي شخصية قريبة لي من أهم المواتلين وشخصية كأنه بناي روحوا بروح عصامي ومرونته وقدرته على تغيير جلده ويعني كل مرة يخرج فيه شكل من الأشكال طبعا كنت زادا أحب بالنصف السينما المصري كنت أحب الميليجي زادا يظهري بمعنى رغم محمود الميليجي محمود الميليجي ومثل الأرض والصورة الصورة التاريخية واليقترن ديما بشرير ومش سهلة تذكرها اللقطة بتاع الأرض ساعد تمسك بالأرض بطبع الحال احنا في وللجانب الآخر الغربي مغرومين في فترة من الفترات والأسماء اللي مثلت يعني علامات واحنا نحكيه على الأرض جديدي العويني تمسكك بالأرض بين ومن خلال الحديث ذهل اللي فهمنا حتى في خياراتك في الموسيقى في السينما في الأدب وين ثم الأرض وين غادي انت تلقلت روحك ممكن وتقرب أكثر وهذا ينعكس على العمل متاعك البحثي اللي هنا نقاو يا سلاك الواحلي واحد من عملية بحث مهمة جداً توثيق فهو يا سلاك الواحليين اهزوجة تنسية قديمة كانوا يستعملوها للطلب اه؟ وعلى ربي معاملين ولكن طالعه ذكا تحول من بعد إلى طالع للكثير من القصائد اللي تكتبت بنفس القالب في أغراض سياسية واجتماعية ويعني برشة اشياء مواضيع ترقت بسلاك الواحليين ومن خلال جرائد القديمة أنا جمعت القصائد اللي تكتبت على سلاك المحرين وسميتها قصائد القلق عند التواس شعار وأشعار قلق التونسي لأنها كانت وكتب فيها مش سهل عملية الجمع لأنه شفاوي شفاوي وموزع على برشة جرايت ويلزم معناه تعدد المصادر بش يكون وهذا الحقيقة نحب معنا بالاشتراك مع دار الكتب الوطنية ونحب نحيي بالمناسبة لمديرة السابقة للدار دكتورة رجب السلامة لشيء هذي الكتاب هذي خرجناه بتقديمها وممكن نحيي لدار 2020 نحيي لدير الحالي سيخال الكشير زادا اللي هو يعني ساعدنا في هالعمل نذايا اللي أنا قمت به في دار الكتب الوطنية هو تجميع الكثير من دفاتر ومخطوطات الشهر الشعبي وعملنا لها ما يسمى بالحفظ وترفيفها غاديك وعطاها أرقامه وإطاحتها للقارة يعني يعني يقرب من جملة الأشياء من هذي هذا توثيق للذاكرى الشعبية التونسية مهم جدا أنه ومن الكتباخرة يلقاوا كتاب كما هكا يتطلعوا على لأنه فيها برشة من تراثنا من موروثنا الحضاري شهر العمق من التونسي وفما أشياء كتاب غاديك تفهم أنه ما صار من تحديث التونس حتى بعد الاستقلال وحكوا فيه الشعراء قبل ما يولي فيه عند القرار السياسي يعني قبل ما تقولش فيه قرارات سياسية نلقاوا كذلك أنا حزين شوي هذيك ديوان شعر ديوان شعر مسموع ومقروق كذلك أنت حزين شوي طوف الفترة هذية عندي ديما لا سعيد على الوقت وش ظاهر عليها لمشاء الله الضحكة موجودة هذية قدش فيها من قصائد فتقريبا عشرين نص مغنيت ولا إلي ما تغنيتش أغربها ما تغنيتش يعني بين فصيح ولهجة وعملنا هذا خرج تقريبا عنده أربعة سنين خمسة سنين مع دار الاتحاد في الاتحاد الكتاب التونسيين وفيه هو مقروق كما قلت ومسموع وهذه كدواني الثاني أنا خطر في 2003 خرج دوان آخر اسمه الأغاني المنسية الأغاني المنسية اللي بعد تغنيت انتي على أساس ما نتنسيت ما غنيوهيش ترودي كلها ترودي خذي منها برشة أغاني انتي من الشعراء اللي معناها تطلب وتكلف الفنين بالحق واقعيا والشعر الغنائي يقول هو الغنية ولا تتكلف حسب هكا الفنين فتتذكر معناه برشة يرجع للتوراث وعاوديخ وتوراث يقول لك الغنية ولا تتكلف الشعر يطلب ثمن ممكن مرتفع على الانتاج في تونس انتي مشعراء اللي زاد عندك اسمك وقيمتك فبالتالي فما حد ما تهبطش عليه أعطينا الواقع والله يا سمعني ما هو ما هيش تماش حاجة ثابتة يعني مش قورة وانا نبيعها كان بريفيكش انتي والوضعية اللي فيها انتي والشخص اللي تتعامل معاه انتي والمؤسة اللي اذا كان ثم مؤسة منتجة يعني كل وضعية كل حالة وحالتها فهمتني يعني ثم ناس خذاء ومثلان غاني بأقل الأسعار وربما حتى بلاش مثلا أبشوك ولك عالوة أنا الترودي عملت مجموعة أنا موسيقية ذاك مثلا السيدين تأخى اذاك عملت مجموعة مشهورة خدمنا هي مجموعة مجموعة جليدي العويني العشرة 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 فيها عشرة أغاني العشرة تخدم على أغاني جليدي العويني اللي كتبوه من جليدي العويني فالترودي في فترة من فترات المجموعة هذه تعملت هنا في أوسط 96 97 بديت لها الترودي يخدم معايا تقريبا في 99 2000 كيف الفترة ذيك فبما أنه أخدم معايا عمالة الأغنية هذه حصل على ميكا هما في داخل الخدمة في داخل المجموعة وبعد هزها الترودي وغنىها وعملها وأنا لحقيقة ما نتفكرش لترودي يعطاني فلوس ما نذكرهاش في العقية وتي خلصتو على هدف التوع في الموسيقى ما نعرفش أنا ما نصورش بطلبية العادة وفي الفلوس ما ننسيش لحقيقة ما نتفكرش ترودي يعطني فلوس ما ننسيش شكون ينسى ألا معا في الفلوس لا ننسى اللي نخذهم ولننسى اللي ما عطانيش برشا ما عطاوكش بعضوك ما عطاوكش يعني هكا وهكا ما يسمعني هي أشياء تتعوض واحنا الإشكال لو كان عندنا منظومة حقوق تأليف ومنظومة وحقوق تأليف زادة معذورها من جهة إنه معناش بثة كم متواصل ومقنن وواضح يعني هلأشياء دي لو كان هل حقوق تأليف ثم مردودية تولي ما عندك مشكلة إنه في السعر الأول يعني ولكن إني أنت لك تاخد تخلص مرة بركة وتنجح لغنية ولا ما تنجحش يعني أنا مولاتي خلصت عليها مرة بركة وتعاودت وتغنيت وتعاودت وتغنيت وخمسين مرة خمسين الف مرة كانت تغنى كان كل مرة يعطيوني دينارة واخديت خمسين مليون برشا ما نفاصل الرياح يؤديها سامير العجر بيؤديها حسن دهميني الله يرحمه بخلاف اللي أديها في وانتي مرة بركة خمسة عليهم ايه كم ورغم أنه البايع يتجدد يظهر لللحنة الغنية ولا ليه لا لا أنا وسامير العجر بيك سامير ربما استفدت منها خطر غنية ايه اما هو كان ملاحة أنا خلصت مرة مرة زادة ايه وانا خلصت مرة من حسن الله يرحمه دهميني وكاو في فترة هذية بفم اقبال على على الشعر الغنائي في الساحة الموسيقية واقعيا توا معناه لشعر ما عادش اشبرش اولا انا انا عليغتي ضعيفة بالأشوات الجديدة معناه ثم انا اسخدموا معايا نعرفهم عادشينجوا ومهمين معناه مثلا توا اميرا عامر صوت جميل جدا معناه سوهير خالد صوت جميل يعني سامي ريزقي صوت هيل ولكن ثم ناس يعني ثم عباد جدد منعرفهم اشانا ما صادشش ان نلتقينا مهمتني فتبقى هل هو هل جفو منعارش عليهم هما يخدموا يخدموا هم هما ربما معنا سخورين وانا معناه توا يغيبني نروح كيف باش نبشي باش نبشي انا دريسة معروفة ايه معنا وليتي صال ساهل توا مهوش نجم انتصلوا بعضنا ونجم انشوفوا جليدي العويني باش نختموا احنا اللي قانا بذي اخر اصدار ليك من ديوان اغاني جليدي العويني فرصة باش للي يشاهد فينا ويسمع فينا ينجم يطلع على الديوان هذية نلقاوه فيه زيدة اغاني اتغنات وانتي ذكرت ما انا في الكتب نلقاوه كما ضو الشموع هذا القديمة الغنية اللي قبل احكينا عليها نص جليدي العويني تلحين زبير اللقاني ادي لمية رياحي تقريبا ضم قدش من اغنية تم حكيت ثلاثين او اكثر شوية هي الحقيقة بالتعاون هذه مع دار خريف للنشر وبتقديم لصديقي الشاعر والاعلان والصحفي نوردين بالطيب اللي هو ايضا كان محرض على الفكرة هذه هي انه نجمع الاغاني المسيرة معناها في كتاب واضافة الى نصوص الاغاني فما يعني تفاصيل هكا وهوامش على الظروف اللي تكتبت فيها الاغاني هذيك مدى انتشارها اسباب يعني فيها جوانب جديدة هكا وطريفة جديدة بالقراءة والكتاب يعني مراوحة بين الحكايات هذية وبين القصايد وهو كما قلت من نشر دار خريف الفين واربع وشريا وانا توقيت ان نتصفح من اجمل الاغاني التونسية وانا عاشقي موليتي سلطان حبك نحبها عدنين شويشي عندي امل منير الحمدي الله يرحمها سلام على الدرسات عالفة بالرمضان نلقاوا بلادي يقلعة وابراج نبيها كراولي واش عجبة فيها نبيها كراولي شميتة فيه نجيتة اعطية هارب من عيني شبيك لطيفة وغيرهم الاغاني ان شاء الله مهم جدا توثيق وان شاء الله ليسمعوا فينا يقتنيوا الديوان هذية من دوان اغاني جليدي العويني هكا وصلنا الختام اللي قال شكرا لك الشاعر الغنائي جليدي العويني شكرا لك شكرا لك شكرا لك 3 2 1 كلمات متقاطعة مع عبير بوليلا